أعلنت وزارة الصحة وسكان فحص مليون واربعمائة واربعة وخمسين علف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاق والرعاية الصحية بالمجانة وذلك منذ انطلاقها في مارس عشرين عشرين وحتى اليوم وأوضحت الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحواملة بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض كما تشمل المبادرة أيضا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم وذلك بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى صرف المغضيات الدقيقة